طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن محمد يوسف المدير الفني لطلاق الجيش ومنه الفاصل ونرجع نستقبل خبرنا التحكمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكمية انتظروا من جديد ده أجد التحية بالكابتن أمان شوقي وضيوف الكرام وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة قناة النادل ألي في كل مكان شاهدنا أن يكون معنا في هذه الأسناء الكابتن محمد يوسف المدير الفني الفريق طلاق الجيش اللي لعب جيم محترم ومباراة صعبة جداً أمام النادل ألي صعب اللقاء على النادل ألي النهاردة كابتن محمد برحب حضرتك على الشاشة قناة النادل ألي تحية الكابتن أيمان شوقي كابتن شريف عبد منهم كابتن علاء مايهوب كابتن أصابة عراوي كابتن عادل عبد الرحمن ستوديو مليب النجوم النهاردة طبعاً أصدقائي كلهم وبتشرف طبعاً أبعت لهم التحية وكابتن أيمان شوقي طبعاً وكل الكباتن سعيد طبعاً أنا أكون على قناة النادل ألي ده بيتي وفي نفس الوقت يعني بعت لهم تحياتي كابتن محمد مواجهة صعبة جداً أول مواجهة لكابتن محمد يوسف أكيد بتبقى مواجهة صعبة خصوصاً لما بواجه النادل ألي بالنسبة لك كمدير فني بتبقى أمر مهم جداً صعبة أولاً بتبقى متلاهف لأزيل المبارنة تبقى بدايتي قدام النادل ألي أكيد يعني الأمرين دولة نشايفهم إزاي يعني أنا خدت الجانب الإيجابي من ساعة ما توليت المسئولية وأنا عارف الجدول عندنا أهلي زمالك مصري وبعدين محلنا دي يمكن أورى أربع مباريات في فترة قصيرة فأنا بفكر في كل المباراة في خطوة لوحدها وجات مع النادي الأهلي طبعاً فريق طبعاً كبير وفريق تقيل وبطل أفريقيا وعنده مجموعة كبيرة جداً من الحلول والنجوم إنما أنا شايف النهاردة أننا عملنا مباراة كويسة جداً لكن نتقدمنا الشوط الأول طلعنا متقدمين الشوط الثاني فيمكن في سبع تامن داي تلقينا هدفين في وقت أنا يمكن اتكلمت مع العيبة إن إحنا لازم ننزل الشوط الثاني نبقى ضغطين ونطلع نبقى عاملين يعني ضغط من قدام شوية لكن اللي حصل حولنا طبعاً إن إحنا نرجع للمباراة تاني يمكن غيرت باستثناء زولة غيرت موزيس وغيرت علي الزهدي وشحاتة كلها حلول هجومية على أساس أن أنا أبدأ النشط وروحت الشوط الثاني غيرت طبعاً الطريقة بقى الشوط الثاني رحت بدأ ملعباً الثلاثة وراء رحت انطلع أحمد أيمن منصور ولعبت باربعة وراء فده جدتنا برضو على أساس أننا نرجع للمباراة تاني في النهاية طبعاً ببارك نادل آلي وأنا بشكر لعيبة النهاردة عملوا مباراة كويسة وعملوا أداء كويس الروح بتاعتنا القتالية كويسة جداً جوال ملعب وإن شاء الله نبني على الفترة اللي جاية احنا يمكن نشتغلنا الفترة اللي فاتت شغل كبير جداً وفترة الثالث أسابيع اللي كانت متوقفة فيها الدوري وأنا توليت المسؤولية لكن إن شاء الله الفترة الجاية عندنا يوم الأربع على طول شغل مع الزمالك فطمعاً من بكرة على طول هنبدأ نشتغل ونجهز نفسنا إن شاء الله مهم أننا أخذ نقطة قدام النادي الأهلي لكن الكابتام حمد يوسف النهاردة بلعب من بداية اللقاء على الثلاثة نقاط أحرز هدف الشوت الثاني الأخطاء ينقدر نقول أنت بتلعب قدام النادي الأهلي لازم تبقى الأخطاء أوليلة النهاردة فعلاً فريق طلع جيش كانت أخطاء أوليلة جداً قدام النادي الأهلي وكان الكابتام محمد يوسف بداية اللقاء بلعب على الثلاث نقاط مش النقطة التعدل ده أكيد يعني أنا متفق معك وهو ده فعلاً أنا اتكلمت معهم على الشغل ده واتكلمنا على المساحات اللي ممكن نقدر نشتغل عليها يمكن الشوت الثاني كمان بعد قصدي الأولاني بعد بجون فيه اندفاع قوي جداً من النادي الأهلي فكان رامي ربيع وياسر كان فيه مساحات كنا ممكن نقدر نستغل لها لكن أنا في النهاية الضربة الجزاء وقبلها الهدف بتاع أحمد عبدالقادر اللقبطة بتاعت العشرة ده دي لكن قدرنا نكمل الشغل كويس أنا بحايل لعيبة وإن شاء الله اللي جاي بأحسن إن شاء الله لو الهدف الأولان للنادي الأهلي كان يتأخر كان من الممكن اللقاء يتصعب على النادي الأهلي إن توقيت الهدف للتعادل للنادي الأهلي دخل النادي الأهلي في المبارة بدري؟ أكيد طبعاً لأن أنت النادي الأهلي كل ديها بتعدي والنتيجة مش في صالحه فبيبدأ التوتر يزيد بيبدأ الاستعجال يزيد الخروج من الأماكن أو التمركزات بتاعت العيبة بتبقى فيها غلط كبير جداً وبالتالي بيبدأ أنت تستغل الحاجات دي لكن الهدف اللي جاي بأدري يمكن طم النادي الأهلي شوية ضربة الجزاء يعني أنا ما شفتهاش بصراحة بس لازم طبعاً هنشوفها بعد كده عملت التغيير بتاع عمر ردوان لأصابته ونزل عماد في النهاية المبارة أنا بحي لعيبة النهاردة أدوا مبارة جيدة جداً أداء روح عالية جداً إن شاء الله نبني عليها لفترة الجاية إن شاء الله شكراً كابتن محمد الملكة وإذن الله الفوز في المبارة القادمة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بناخلي كل الشكر الكابتن محمد يوسف المدير الفني الفريق طلاع الجيش اللي لعب النهاردة مباراة محترم أمام النادي الأهلي طبعاً ننتقل بصعوبة وفوز النادي الأهلي على فريق طلاع الجيش بهدفين مقابل هدف من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوي ترجمة نانسي قنقر